ينضم إلينا من دهوك خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية رمضان حمزة. سيد رمضان. أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. مدى فعالية تنظيم مثل هذا النوع من المؤتمرات لحل أزمة المياه والتصحر والجفاف. هل هناك نتيجة؟ هل سيكون هناك التزام وضمان بمخرجات هذه المؤتمرات؟ أولا المساء الخير. الحقيقة المؤتمرات هي أشياء لا تعالج المشاكل الكبيرة التي هي أزمة المياه المتفاقمة مع تركيا وإيران. ولكن هي تبقى أنه ببصيص أمل يجمع الرأي العام العالمي. وكان يفترض بالمؤتمر أن يكون اليوم الثاني مخصص لزيارة الوفود الرسمية إلى حيث الأنهار أنهار جافة. سواء نهر ديالة أو مناسب نهر دجلة. كان يفترض بالمنظمية المؤتمر أن يكون هناك جولة لأهل القرار من دول الجوار. لمعرفة معطيات على نهر دجلة وعلى سد حديثة. سد الموصر على هذه المناطق. لمعرفة واقع الأمر. أما تكون في قاعة مغلقة. هناك فجوة كبيرة بين التصريحات والمجاملات التي تصبح في القاعات المغلقة. وبين الممارسات التي تصبح على أرض الواقع. هي الحقيقة لا نقلل من شأن المؤتمر. ولكن هذا شأن المؤتمرات البقية. العراق يوميا تتفاقم فيه الأزمة. وحاليا على خط أحمر من الموسم الصيفي. هل يكون في العراق موسم صيفي ولأول مرة في تاريخه؟ هل يكون للعراقيين. خاصة في بغداد تأمين مياه شرب للخدمات للتبريد والاستخدامات الأخرى. هذه الأسئلة هي الملحة التي يجاوب عليه المؤتمر. وإنما المجاملات هي دائما تكون بعيدة عن الممارسات التي تمارسها كل من تركيا وإيران بحق العراق. بقطعهم وتقليلهم إلى العراق. خاصة في أوقات الشحة. هل يمكن للعراق الاعتماد على ضغط دولي كالولايات المتحدة؟ مثلا على دول المنبع لضمان توزيع عادل للمياه؟ نعم. بانضمام العراق إلى اتفاقات هلسينكي. هناك إمكانية أن يكون هناك ضغط دولي على تركيا وعلى إيران. وعلى أقل يكون هناك تفعيل للحق العراقي في المحافل الدولية. وإن لم يأخذ به بقرار نهائي. ولكن أن يكون هناك مثل يقول الطرقة لمتصب الدوش. علاقة يكون هناك صدى للحق العراقي في المحافل الدولية. أن العراق انتهى. أصبحت من الدول التي ستكون صعبة جدا الحياة فيها. وتبدأ المنازعات والنزاعات على حصص المياه في هذا الصيف. ستكون المسألة جدا واضحة أكثر من بقية السنوات. خاصة أن العراق حاليا وضع خطير جدا باعتبار الموصف الصينيبي. كما ذكرنا أن المزارعين يطالبون وإخراج الشرب من الزراعة. أيضا هناك مشكلة. لا يمتلك العراق خزين ما هي كافي؟ وبدون دراسة إخراج محصول لا أبدا العراق خزين المائي تقريبا قريب السفر سبعة وثماني المليارات لا يساوي شيء العراق. ولهذا بدون خزين مائي ومقبلين على الصيف والتركيا مقبلة على انتخابات. وإذا تغير الوضع السياسي قد يكون هناك بسيس أمال. إيران مسرة مع كل ما تفعله العراق من استفادة لإيران. لا تزال الجرائن الصفري في الزاب الأسفل ونهر ديالة. لا تزال واضح للعيان نحن زرنا ونزور هذه المناطق المياه قليلة جدا. سيد رمضان بخصوص الحل الذي طرحه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني تحلية مياه البحر. ما مدى واقعية هذا الحل وكم يتطلب من الوقت؟ هذا يسمى الخطأ القاتل أن رئيس ويكون مهندس زراعي ويرئس حكومة عراقية إلى رافدين وإلى حقوق في إيران وتركيا يطالب ليست السعودية أو دبي أو دولة خليجية ليس فيها رافد أو ليس لها جدول ما العراق بلد بها أنهار متعددة هذا الخيار خطأ أن يعلن من قبل رسميا من قبل رئيس الدولة أو رئيس حكومة أنه يكون الخيار ما ممكن أن يكون هذا هو الحل يعني العراق لا يمكن تشغيل وإدامة هذه المحطات كما تقوم بها السعودية أو الكويت أو دول الخليج قاطبة التحلية تكون للدول التي ما عندها مصادر ماء مطلقا وتعتمد على البحار أو على مياه للتحلية هذا كخبير استراتيجي أنا أقول وأكرر هنا أن هذا الخطأ المفروض لا يكرر من قبل المسؤولين لأن دول أخرى تستفاد يعني تركيا ستقول أن عراق لها نفط ومبالغ مالية وممكن أن تعتمد على النفط ويتبقى مياهنا داخل سدودنا ونستفاد من عدد يعني هذه حجة قانونية على العراق المفروض العراق حتى إذا يلجأ قد لا يكون رسميا نعم ممتن كثيرا على حضورك معنا من دهوك خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية رمضان حمزة شكرا جزيلا لك على حضورك معنا